عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة المرحلة الأولى تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي خاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات وتوفير فرص استثمارية جديدة